يمكن تبين لما يقولون ان الهدايا المعنوية يعني شي معنوي بس واي يأثر يعني واي استاسى لهذا الكيس طبعا بنعرف شو صارفت هذا الكيس في قادم الوقت تخبرينهم بس دارين الموضوع من بعدها نسمع فاصل وبعدها نرجع لهم اليوم أنا متحمسة لأن نحن بنتكلم عن البلاستيك وأخيرا البلاستيك شي دايما نستخدمه في حياتنا هو بكثرة أمس لأن توصلوا معي بعض الربع وقالوا لي دارين أنت يعني في النهاية تكلمي عن كيف نحن نصاهم في تقليل هذه التحديات البيئية لنواجهها فاليوم إن شاء الله بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع لأن نحن قلنا دايما أن من بدأنا هذه الحلقات قلنا إنسان لما يحب بلاده بيقدم لها أشياء تخليها أفضل ودائما للشباب والبنات يعني ما شاء الله عليهم الله يعطيهم الصحة والعافية ما مقصرين في هذا الجانب والحمد لله الوعي قاعد يزداد وهذه الهدية اللي وصلتني فيها شي من هذا الجانب وأنا عارف الحين سالفت الهدية اللي يابتها حقي دارين شكرا دارين أهدوني إياها وأهدتش إياها أنا معها تدويرها أتكلم أكثر عن هذا الموضوع طبعا قلنا البلاستيك مثل ما نعرف أن البلاستيك وايد لها ضرار علبية وقبل شوي قاعدة أقول حق دارين تحت اللي هو هل صح هذه المعلومة أن البلاستيك يأخذ ألف سنة عشان يتحلل قالت لي صح لأن أمس وأن أقرأ المعلومة حسيت الرقم جدا كبير ألف سنة معقول يمكن المعلومة غلط بس طلعت صحيحة للأسف وهذه الألف سنة إذا توفرت لها الظروف المناسبة يعني أنت بعد ما تتخلصين من البلاستيك يعني على الأرجح يتم دفنه في المرادم فالمرادم لأنها تكون متكدسة فمرة ما تتواجد الظروف المناسبة لتحلل البلاستيك هذا إذا إحنا تكلمنا عنه نريد يعني يتحلل ما بين عشرة إلى ألف سنة تقريبا ففي لسه يعني متغيرات أخرى تدخل في الحزبة عشان كذا يعني فعلا في يعني مثل ما ذكرتي أنه مش كل البلاستيك أصلا يحلونه يتخلصون منه بطريقة أصلا بالضبط يعني شوفي البلاستيك يعني نحن ما نقدر نختلف أنه يعني له الكثير من الاستخدامات الممتازة يعني وكذا فإنتاج البلاستيك زاد وحتى لو تلاحظين على مدى السنين يعني البلاستيك تطور من إنه كان شوية متين وشديد الصلابة الحين صار البلاستيك اللي يتم استخدامه لمرة واحدة طبعا استخدام البلاستيك لمرة واحدة يعني يعني نفايات أكثر ومخلفات بلاستيكية أكثر يعني مثل ما قلتي دارين أنه الهين نحن لما بنروح أي محل تجاري حتى لو أصلا الغراض اللي عندك شوي مادري ليش لازم يوزعونها في أكثر من كيسة أنا لما أقول لهم يعني مرات ما أكون شال لما عاي مثلا كيسة قماشية وشي كذا فأقول لهم حطوا ليها في كيسة واحدة يستغربون يقولون وكل غرفة تلخبط أوكي يعني عادي تغيير السلوكيات اللي تعودنا عليها هي يعني أحد التحديات نحن ما نطلب أن يكون التغيير ما بين يوم وليلة لكن شوية شوية تعود نفسك أن أنت مثلا تكون عندك هذه الأشياء اللي تساعدك أن أنت تتخذ قرارات أفضل في استخدام بلاستيك أقل فمثل ما قلتي يعني الكيس القماش أو اللي يكون معاد استخدامه بشكل ومثل ما ذكرت أمس دارين حلوة يعني نطرح هذا الموضوع اليوم بعد أن الناس اللي لما تروح الشاطي وترمي مثلا كياس البلاستيك في البحر السلاحف تحسب أن هذه نوع من السمك اللي هي معتادة أنه تاكله ويعني تتغذى عليه فهي ما تفرق أن هذا كيس هي تحسب السمك اللي هي ما تعودة عليه فهذا شي جدا يضرها هاي واحدة من ذا اختاره الترجيدية المرتبطة باستخدام البلاستيك يعني إحنا قاعدين نتكلم عن عطيش شوية أحصائيات صادمة نوعا ما نروح الجد شوية في الدقيقة الوحدة يتم يعني استخدام أو شراء تقريبا مليون غرشة بلاستيك في الدقيقة الوحدة على المستوى العالم على المستوى العالم وفي نفس هذه الدقيقة يتم استخدام خمسة تريليون كيس بلاستيك تريليون اهي يعني هاي كم صفر قدام بالضبط صعبين واجد فاحنا قاعدين نتكلم عن مجرد استخدام تخيلي عن النفايات اللي تجي يعني المخلفات من استخدام هذه المواد يعني أي مرادم أرض بتشيل أي ولهذا السبب بتشوفين الحين منتشر كثير على الانترنت هذه مقاطع الفيديو اللي توضح البحار والأنهار وكذا فيها مثل نهر من المخلفات البلاستيكية لأنه صحيح وين تروح النفايات يعني ويقول لش أنه إذا إذا تستمر الإنسان باستخدام البلاستيك على هذا النهج يعني بحلول 2050 يقولش بيكون في مخلفات بلاستيكية في البحر أكثر من السمك فيعني إحنا وين رايحين يعني فهمتي لازم نتحرك الآن لازم يعني نتخذ قرارات أنه أنا اليوم أنا بوعي أنا قررت أن أنا استخدامي للبلاستيك وبنتكلم بعدين عن الجهود الفردية أو جهود مجتمعية لتخفيض هذا الاستهلاف ومثل ما ذكرنا مستمعنا دائما نرجع ونقول أنه في جهود شبابية يعني من المجتمع نفسه يعني لتحدي هذه الأشياء يعني الأشياء اللي قاعدة تصير في البيئة كيف هم يقللون من أضرارها وأكيد دارين بتخبرنا أكثر عن هذه الحلول هم يعني التصدي لانتشار البلاستيك في يعني خيارين الخيار الأول أن أنت تقلل من استهلاكك للبلاستيك والخيار الثاني نتفكر في بدائل فمن ناحية التقليل استهلاك البلاستيك يعني هذه واضحة ما يحتاج نقول يعني سواء أنت كفرد تروح للسوبر ماركت تشيل معاك الكيس هذا اللي هو معاد الاستخدام تقدر تستخدمه أكثر من مرة سواء أن أنت يعني ترفض أن أنت تستخدم أدوات الطعام البلاستيكية في المقاهي يقول أن أنا مثلا أريد اللي هي اللي تكون معادة الاستخدام أيوة بالضبط وطبعا هذه أهم واحدة لنترمي المخلفات في المكان المناسب يعني إعادت إعادة التدوير كمين؟ وإعادة التدوير طبعا هذا أحد الحلول وفي نفس الشيء اللي هي أن أنت تشيل زجاجة الماء اللي هي القابلة لإعادة الملء الأمسرة وأنت تكلمنا عن هذا الموضوع وقالت لي دارين أنا واي نستنسى أن اليوم أشرب زجاج وش بلاستيك يعني شوية شوية هذه الجهود أنا يعني أنا أتفهم لأن أنا بالنسبة لي حتى مثلا يعني أنسى أو مثلا أكون في ظرف ما جبت معي العدة يعني الملائمة أي بالضبط لكن على الأقل أنه النية موجودة وقدر الأمكان أذكر نفسي وأذكر من حولي أنه إيش رايك في هذا الخيار المتوفر تفين دارين مرات تكون موجودة أصلا عندنا مثلا في المحلات التجارية أنه وين نرمي الورق وين نرمي البلاستيك في ناس ما تكلف على نفسها حتى تشوف شو مكتوب يرمون كل شيء في أي مكان هذا فصل المخلفات يعني قصة ثانية يعني في البلاد المتقدمة يعني حتى يعني ممكن يعني سولت مثل ضريبة أن إذا أنت ما فصلت المخلفات إذا المخلفات اللي جابوها من بيتكم مثلا أو شيء ما ما تم الاهتمام بها بالاهتمام بفصلها بالطريقة الصحيحة يعني 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 يعاقب عليها أيوه وإذا رحتين سوبر ماركت وتريدين تستخدمين كيس بلاستيك لازم تدفعين فهذه كلها يعني وعلى أطار الدول المتقدمة في فرنسا بالتحديد يعني تخيلي لأي مدى وصلوا من الاهتمام بيئتهم أن يروحون يشترون من الناس المخلفات يعني مخلفات بيتهم يدفعون لهم يعني هم يروحون يقول لهم عطونا هم أصموا عندهم مخلفاتهم بشكل كبير ليش عشان ينتجون منها كهرباء يعني الناس وايد وايد مهتمة بموضوع بيئتهم وقالوا يستفيدون منها بشكل إيجابي إن شاء الله نوصل لهذا المستوى فيهم الأيام لا إن شاء الله نحن في الطريق إلى ذلك يعني إذا لاحظتي الحين مؤخرا كان فيه إعلان لوقف تصدير المخلفات البلاستيكية من السلطنة ما بين التعاون ما بين شركة بيئة ووزارة البيئة للتأكيد على أنه يعني يتم ابقاء المخلفات البلاستيكية في السلطنة لغرض إعادة التدوير فهذا أحد من يعني المكونات الاقتصاد الدائري إنه في أماكن في العالم مثل ما قلتي المخلفات تعتبر ثروة فأنت إذا فكرت فيها بطريقة مبتكرة هذا الجزء الثاني اللي خبرت شعالنا أننا نفكر في البدائل كيف أننا نبتكر أو نتغلب على هذه التحديات عن طريق البحوث ونشجع الشباب طبعا اللي مهتمين بالضبط اللي يشاركون في المسابقات وعندهم يعني أفكار أفكار إبداعية أنه تقديم حلول بيئة هذا يعني هو يعني الحين الاتجاه أحس العالم الحين متجهين لهذه البدائل ومتجهين لأشياء يعني فعلا تفيدنا في المستقبل من الأشياء قدرين الحلول اللي أوجدوها أيضا الهدية خلونا نحن مستعين تكلم عن الهدية اللي يتابعونا على الهدية اللي معاد تدويرها لا أنا عندي وعطيت اسم منها يعني عادي أنا أستخبل ما أقول له إذا يخص هذا الشيء طبعا عندنا الحين مثل ما تشوفونا على لايف وأيضا على حسابنا في تويتر شبيب أفم عندنا كيس مكتوب عليه I am not a plastic يعني أنا لست بلاستيك وهذا طبعا مقدم قلتي لي هاي شركة عمانية هذه شركة عمانية الله يسلمتش أرسلوا لي يعني وأرسلوا الكثير يعني عينة من هذه الأكياس هذه الأكياس قد تبدو للمشاهد معرفة إذا يشوفوها واضحة هي شفافة وكأنها بلاستيك لكن هي في الحقيقة مصنوعة من مواد طبيعية تتحلل في التربة مئة بالمئة اللي هي من نشاء الكسافة المهوغو إذا اسم يعني دارج فعمان سمعت أنا هالكلمة قبل المهوغو ومكتوب يعني إذا تلمسيها يعني هي مش بلاستيك هي مش بلاستيك لا بس شكلها كان بلاستيك وحتى صلبة يعني فإذا رحلت بها لا تهرمونها والحين في توجه إلى استبدال يعني كل مثل ما قلت لك البلاستيك اللي هو ذو الاستخدام الواحد إذا أنت تقدر يعني تستبدل بخيارات طبيعية تتحلل لما تحطها في التربة ليش لا يعني صراحة يعني جهود جدا مقدرة من هذه الشركة إذا حابين تشوفونهم على انستجرام signbax.om وأيضا إذا حابين تطلبون عندهم موقعهم الخاصة كيد نحن في حسابنا في انستجرام راح نذكر كل التفاصيل ومثل ما مكتوب إن إيغو فريندلي ريسايكلاب ريسايكلاب البقية تأتي شكرا للشدارين وشكرا لهم بعد ومن الجهود التجمية الشبابية في هذا الموضوع أمس يعني دردشنا عنا شوي إنه في شركة طلابية ما أذكر اسمها بالضبط ولكن أعرفهم يعني شخصيا سووا أكواب اللي نشرب فيها الشاي قابلة للزرع أنت تحطونها في التربة والسماد تحطون عليها ماء بعد فترة تشوفون طلعت لكم نبتة هذا الجزء من الابتكار اللي أنا كنت تتكلم عنه يعني الشباب شافوا إن الكرك شاي الكرك يعني واحد من أكثر الأشياء الرائجة في السلطنة قالوا ليش الناس تشرب في أكواب بلاستيكية وترمي نستخدم أكواب ورق وبدل ما ترميها يعني في القمامة أنت تحط فيها بذرة وتقدر تستزرعها فبارك الله فيهم يعني فكرة يعني لإعادة استخدام أو إعادة تدوير بطريقة جدا مفيدة للبيئة وفي العالم يعني الحين شفت أنا مؤخرا يعني مثل قناني للشرب بالنفس كذا هذه المواد اللي في الكيس أيوة يعني مواد طبيعية فأنتي لما تشربين الماء اللي فيها خلاص تبدأ تتحلل هي تحتاج الماء عشان تتشكل على شكل قنينة أول ما يخلص الماء تخلص هذا تتحلل خلاص ما تذكرت شيء تعرفين شفت في مواقع التواصل الاجتماعي في أحد الدول ما أتذكر وين بالضبط بس إنهم سوين صحون تنأكل أيوة يعني صحون قوية أيوة أيوة صحون قوية جدا يعني لو تحطين فيها كمية كبيرة من الأكل أبدا يعني الصحة ما راح يصير فيها أي شيء أتوقع من القمح نسوينا إذا ما خابتني القمح وهذه الأمور طبعا هم ضاقطينها بدرجة جدا كبير عشان تقاوم الأوزان فهوائد حلوة هذه الفكرة إن أنا آكل وبعدين أقدر آكل الصحن ذكرت جازه أورا ما دريك يعني اللي ما شبعان في شيء فاني ينتظره بعد الوجبة الأساسية والله شوفي الإنترنت يعني يعني واحد من أقوى وأفضل النعم اللي الله عطانا إياها ما في شيء ما متواجد عليه أي شيء أنت تدور أو تفكر فيه أو كذا ابحث دور سواء يعني كيف أنت تساهم كيف تخترع كيف تبتكر إيش الحلول المتوافرة في العالم وهذا جزء من وعيك أنت ونشاطك يعني إذا أنت ما بيمكانك أن تسوي مصنع مثلا لإعادة التدوير إذن إيش هي السلوكيات الصغيرة اللي أنت تسويها في مجتمعك في دائرتك في ما بين ربعك في الجامعة ولا في الكلية فبيسأل مايتوه فعلا فيه جاء نقطة أخيرة دارين تطرق لها أن وزاة البيئة أو شون مناخية أنا ما ندري بذكرنا هذا الموضوع ألا لا أنت ما ذكر ما نذكر لا أنه عندهم فريق خاص بهم صح أن يدرس هذا الموضوع الحين فيه توجه الحمد لله في السلطنة أنه قاعدين يدرسون إمكانية حضر الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس مثل اللي شفناها أتوقع أنه يعني وجود بدائل في السوق مثل هذه الشركة وإذا في شركات ثانية تدخل السوق هذا يعني يخلق وعي وفي نفس الوقت يعني يكون عندك أنت متواجدة الخيارات ما تقول أنا أوكي أنا ما أقدر أشيل بلاستيك إذا إيش أسوي وغير كذا أصلا الأقمش الأكياس القماشية موجودة في السوق وبإمكانك أن أنت تستخدمها فأنا واحدة من أشد المتحمسين لأشوف القرار يعني متى بيطلع وإن شاء الله يعني السلطنة كذا تكمل في طريق يعني حضر البلاستيك بأنواعه متى ما كان ممكنا طبعا إن شاء الله طبعا دائما نذكر هذا الموضوع أن الحكومة جدا مهتمة بالبيئة وأن صاحب الجلالة يعني أولى يعني جل اهتمامه وجزء كبير من جهوده في حماية البيئة سواء كانت اتفاقيات تخص البيئة العالمية أو بيئتنا نحن بيئتها ما شكرا لشدارين على تواجدك اليوم معنا وكان موضوع جدا حلو إن شاء الله الأحد بعد الأسبوع القدم في عندنا سوالف وعلوم تخص بيئتنا والبيئة يعني المحيطة حولنا لأنه شي جدا مهم هذا الشي اللي نحن يوميا نتفاعل معه البيئة فاللي يحب بلاده بيحب بيئتها وبيهتم فيها